غفران تسأل إني ضعيفة في اللغات و باش نقرأ عليه مصحافة هذا باش يكون عققلي كيفاش نصلح روحي غفران الحاجة البيهية اللي يعجبني في سؤالك أنك عارفة المشكلوية دونك ديجا قدمنا شوي عارفة أنه عندك مشكل في اللغات يلزم نبدأه من هنا مشكل اللغات نجم نقول لك اليانا نعتبر أن الحكاية متاع اللغات من الأمور الأساسية على قل على قل على قل تكون متميزة باه يا سيدي مش متميزة في لغة أجنبية باه يا بالقداء في على قل لغة أجنبية من اللغات زيادة اللي نستعملوهم احنا بصفة كبيرة الأنجليزية الفرنسية تنجد تكون لغات أخرى زيادة ولكن ماذا بيك من اللغات الكبرى اللي نستعملوهم برشا اللي تنجم تلقى فيهم ما راجع برشا وعليش قل الانجليزية مثلا ولا الفرنسية في تونس خطر ما راجعهم كي مش تحب تقرأ تعلم روحك تثقف روحك تكون روحك تلقى ما راجع بالأساس بالفرنسية أقل شوي يمكن بالانجليزية ولكن الانجليزي تلقاه على انترنت متوفر برشا حاجة الأولى يجبك تخدم على تحسين اللغات تحسين اللغات يصير برشا مستويات كان عندك الامكانيات فما أكثر من بلاصة تنجم تتكون فيها اليوم بيش تحسن اللغة متاعك في ظروف في وقت سريع في بضعة أشهر تنجم تحسن بصفة كبيرة اللغة متاعك في واحد من المراكز هذو كان ما عندكش امكانيات ما عندكش كيفاش بيش تستثمر في روحك فنوليو ناخذو طريقة اللي هي يمكن تاخو معنا أكثر وقت ولكنت نجم تعاونك ما زادة يلزمك فيها نوع من التركيز اللي هي شنون اللي هي بمانك تحكيلي على صحافة وبش تقرأ صحافة ولا قارية صحافة دونك متصورك ديجا قارية سنوات ديجا في الفرنسية سنوات في الإنجليزية دونك على أقل رك ضعيفة ولكن موجود مستوى معين بالتالي يلزمك تطورو هالمستوى كيفاش تطور المستوى متاعك في اللغات برشا حاجات قبل كين يقولونا أقرأوا الأكتب وقرأوا المجليات ما زالت قايمة الفكرة هذي أنك تقرأ وحدة وحدة تحاول تفهم بشوية بشوية هذه الفكرة ما زالت قائمة حتى اليوم المجليات الجرائب مواقع الأنترنت الكتب باللغة اللي تحب تطورها ثم من بعد زادة فم كيف كيف تنجم من خلال المطالعات متاعك من خلال القراية متاعك وأنك تركز على كل حاجة بش تشوفها نعطيك مثال أنا مثلا من الحاجات اللي اللغات اللي نقص فيها نقص شوية في الإنجليزي ففي الإنجليزي نحاول نقرأ بالإنجليزي ونحاول نمر روحي أكثر وكثر أني نقرأ بالإنجليزي ولكن نقرأ بشوية بشوية زادة ونقرأ بك إن كونسنتراسيون أكثر فأكثر بها وكينوحل عندي تردكسيون الترجمة نصور صفحة دايور عندي موجودة بالجوجل تردكسيون تنجم تصور صفحة في كتاب ويترجم هلك تكتب الفقرة الجملة الكلمة ويترجم هلك ما تعملش يسر يسر على أنك تترجم كل شيء كل شيء خطر مش تنجم تتعلم أقرأ حط روحك كل يوم وقت معين مش تقرأ في اللغة مثلاً اللي قاعدة تحب تطور روحك فيها وإلا فما في الحاجات الجديدة مثلاً برشة ناس تعلموا اللغات من الفرجة يعني يتفرجوا في الفيلم ولا المسلسل ولا السيري ولا كذا باللغة الأصلية ويبدأ سوتي تري أنا عارف ناس تعلموا شوية تركي أصلاً معني هما يتفرجوا في المسلسلات التركية وخطرها مترجمة معنتها فيها سوتي تراج دونك تفرج في السيري الأفلام في لغاتها الأصلية وهي مكتوبة سوتي تري من الطرق لتعاونك مش تحسن في اللغة دونك قبل ما تمشي لبعيد بصراحة نقول لك في الصحافة أساساً ولكن زادة في مجالات أخرى اللغات حاجة مهمة يسر مش تطلع على شنه قاعد يسير شنه قاعد يتكتب شنه قاعد يتعمل في العالم وفي عالم الصحافة لازمك تكون عندك ما نقولش حد أدنى حد به من التمكن من اللغة ترجمة نانسي قنقر